الطاقة العامة لهذه القراءة يبدو أنك قاطع مع هذا الشخص في الكلام فأنت متباهد عنه تماماً وأنت قد نويت على أنك ستنهي معه هذا الكلام هذا الحبيب أيضاً هو متباهد عنك ربما قد عمل لك بلوك هو متباهد يظهر بأنه قد دخل في علاقة ثانية مع أحد النساء وهو الآن يعيش بحرية يعمل ماذا يريد أو أنه دخل أيضاً أنه قد مر في كارما في حياته في هذه الفترة وهو الآن أيضاً يعيش في حرية ولا يريد أي قيود وهو الآن متباعد عنك تماماً وقاطع معك تماماً الكلام وسائل التواصل وهو ينظر الآن إلى مستقبله وإلى حياته المنظر طاقتك لهذه القراءة أنت في وضع حزن أنت حزين جداً لفراق هذا الشخص هذا الحبيب فأنت جداً تحبه وعندك مشاعر كبيرة جداً تجاهه أنت تحن للأيام التي قضيتماها سوياً أنت تفتقده كثيراً وعندك مشاعر كبيرة له ولا تستطيع أن يسيانه فأنت شخص حساس جداً وعاطفي هذا الحبيب هو يرفض كأس الحب المقدمة له منك أو من أي شخص آخر ولكن يظهر لي بأنه هو يعيش حياة حرة يعيش لوحده يعيش في حالة استقرار يعيش في حالة استقرار في هذه الورقة ويعيش حرة استقرار مادي ويعمل ماذا يريد يظهر بأنه احتمال بأنه يظهر لنا بأنه حزين أو هو غير سعيد في حياته ولكن في الحقيقة هو إنسان يظهر أنه إنسان استقر في حياته وهو لكن هو يرفض أي عروض بالحب تقدم له منك أو من أي شخص آخر هو لا يريد يظهر بأنه لا يريد أيضاً علاقات جدية يظهر بأنه يريد التسلية فقط والمرحة وأنت لكنك أنت في حالة استقرار أنت في حالة استقرار كبير ولكنك تحب هذا الشخص يظهر بأنك أنت مادياً أفضل من هذا الشخص باحتمال بأنك كنت تساعده أو تمده مادياً مشاعرك بإيجاه الحبيب أنت تشعر بأن هذا الحبيب قد ترك العلاقة ورحل يظهر ربما قد سافر وغير إتجاهه كلياً عنك ربما قد سافر كما قلت أو ربما قد اختار زوجة أخرى أو صديقة أخرى أو إمرأة أخرى في حياته ورحل معها أو سافر معها إلى مكان آخر أو ربما غير مكان إقامته فقط مكان بيته أو غير شيء في حياته هو قد غير أي شيء في حياته هو لكنه في هذه الورقة يبدو أنه قد قطع العلاقة وأدار ظهره العلاقة ورحل أنت هكذا تشعر هو يشعر بك بأنك إنسان جداً طيب القلب صادق صافي وأنت إنسان روحاني وكريم جداً وذو أخلاق طيبة وأنت كنت كما قلت هنا كنت تمده مادية يبدو بأنك كنت تساعده أنت إنسان جداً كريم كريم في عواطفك ومشاعرك وكريم في مالك أنت تعيش حياة استقرار فيها استقرار مادية وأنت تفتقده لأنك بالفعل أنت إنسان صادق وأنت تحبه جداً وكنت تساعده مادية وهو يرى هذا الشيء فيك هو يشعر بهذا هو غير لا ينسى ولكنه قد تخلى عن هذه العلاقة لا يريد حب هو لا يريد حب يظهر بأنه مل من قضية الحب أو يريد التغيير أو ما شاءها ولكنه هو يظهر لنا هنا بأنه حزين أيضاً هو حزين أيضاً ويفتقدك جداً يفتقدك كثيراً ويحن إليك أيضاً ولكنه لا يريد أن يكون أي شيء بينكما في هذه الفترة هو ينوي على الخروج من أحزانه فقط الخروج من الذكريات التي كانت تجمعكم سوياً يبدو بأنكما كنتما في علاقة طويلة وهذا الشخص يحصه الآن بحالة من الفقر يبدو أنك كما قلت أنت كنت تمده مادياً وهو الآن يشعر بقيمتك أنت كنت عاطفي جداً معه وكريم جداً معه والآن يشعر بأنه فقدك وهو ينوي على الخروج من هذه الطاقة السلبية هو يحاول الاستشفاء كما يظهر لنا في هذه البطاقة هو يحاول الاستشفاء والخروج من أطاقة الماضي فهو يفكر جداً بالماضي ما زال الماضي مرافقه حتى هذه اللحظة ولا يقدر أن ينساه هو خطوته القادمة أنه يريد فقط أخذ فترة من الراحة جلوس وحده جلوس مع النفس محاسبة النفس هو يريد أن يراجع نفسه ويراجع حساباته لأنه يراك جداً إنسان طيب وصادق بمشاعرك وكريم وأنت بالنسبة له فرصة وربما هو قد تصرف تصرف قد ندم عليه تصرف تصرف ممكن أن يكون قد قطع معك بالكلام عمل لك بلك والآن محتار إذا لا يريد أن يظهر نفسه بمظهر بسيط ومخطئ هو قد قطع معك بالكلام يبتو وأنه يريد أن يفك أو يعيد معك التواصل ولكن لا يعلم كيف هو ما زال في هذه الورقة ما زال متمسك بك حتى الآن وصحيح بأنه دار ظهره للعلاقة ورحل ولكنه ما زال متمسك بك وقد رحل ولكنه ما زال متمسك بك وهو يشعر بقيمتك فأنت احتمال بأنك كنت تعطيها الاستقرار المادي نتيجة هذه العلاقة العلاقة ستحيا من جديد هو سيحاول أن يعيد شعلة العلاقة هو لا ينوي الآن هو يريد فقط الاستشفاء والجلوس وحده ومحاسبة نفسه لأنه يشعر فعلا بأنه مخطئ ولكن بعد فترة هو نتيجة هذه القراءة سيحصل بينكم قليل من الكلام بداية بداية كلام ولو بداية كلام خفيف إذا كان قد عمل لك بلوك احتمال بأنه سيفك البلوك عنك وسيفتح مجال للتواصل بأسئلة بسيطة كيف حالك ماذا تعمل إلى ما هنالك فهذه هي نتيجة هذه القراءة سيحصل بينكم كلام ولكن كلام بضمن حدود العقل ليس أكثر ليس كلام هاطفي فقط أسئلة عادية نصيحة هذه القراءة ينصحك الورق هنا بأن إذا كنت تعطيه مالا من السابق بالسابق وكنت تشعره بالاستقرار المادي والعاطفي أن تقلل هذا الاستقرار تقلل هذا الأحساس لا تعطيه المال ولا تعطيه العاطفة الكبيرة كن معتدل احتمال بأنه قد عاد إليك لأنه يرى فيك بأنك إنسان كريم وحنون وعاطفي وهو يريد أن يكون في هذه العلاقة كل شخص يتمنى من أي إنسان أن يعطيه العاطفة والمال وهو قد وجدها عندك ولكن إذا كان نيته الرجوع بهدف مالي فقط فأنت ينصحك التاروت بأن لا تعطيه المال لا تعود معه كما كنت في السابق تعطيه المال كما يريد تعطيه العاطفة كما هو يريد أعطيه لكن بضمن الحساب بالعقل ليس كل شاء لكن مساعدة بسيطة ليس كل العاطفة تظهر له عاطفة كبيرة لكن ضمن الحدوث شكرا لكم أعزائي مواليد برج الدلو على هذه المشاهدة وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله وإذا أعجبكم الفيديو أرجو أن تضغطوا على زر لايك لكي تدعمون في هذه القناة